مساء الخير عليكم أصدقائي حياكم الله اللهم صلع النبي اليوم راح نبلش بدورة تعلم لغة جافا يا أصدقائي طبعا للأسف بارحة سويت لايف خاطر ألخص لكم هذا الموضوع لكنه ما اشتغل فاليوم حاولت أنه أسجل الفيديو مرة أخرى وراح نتكلم عن لغة جافا وليش لغة جافا مهمة وضرورية طبعا قبل أنه ندخل موضوعنا يا أصدقائي أحب أقول لك على شغلة لغة جافا سواء أنت تريد تتعلم لغة سي شارب أو لغة سي بلاس بلاس أو لغة السي أو لغة البايثون مجرد ما أنه فهمت أساسيات أو خوارزمية لغة جافا راح تكون بقية اللغات سهلة عليك إذا أنت فاهم لغة سي شارب راح تكون لغة جافا سهلة عليك فكل ما هناك إذا احنا افتهمنا خوارزمية مع هاي اللغة بقية اللغات تكون سهلة علينا بس يختلف السونتاكس خلي نعرف في البداية مثلا شين هي لغة جافا هي لغة برمجة كائنية التوجه اللي هي الOOP سامع بيها Object Oriented Programming يعني انه جافا تدعم اكثر من كائن وهذا الكائن يخلق من كلاس معين الكلاس هو هيكلية نافذة البرنامج مثلا برنامج بيه عدة صفحات وهذه الصفحات لكل صفحة تتخلي لها كلاس معين فخاطر انه تريد انه هذي الصفحة انه تستلعيها اكثر من مرة ولأكثر من شخص فلأكثر من شخص من رح تعطيها يسمى هذا كائن اللي هو Object فانت تريد هاي الصفحة او هذا البرنامج اللي هو بيه خمس صفحات اذا خمس كلاسات وتريد هاي الخمس كلاسات لمية شخص فالمية شخص هنانا يسمونه Object رح شوي شوف صعوبة هسه بالشرح النظري رح اشرح لك ياها ان شاء الله طبعا هي تأسست ب 1992 لغة طورت من خلالها العقل الموجود بالتطبيقات اللي موجودة كانت في التلفزيونات وبعدين طورت صارت موجودة بالهواتف النقالة وصارت اكثر تشعبا في خلق برامج للكمبيوتر وخلق برامج ايضا للويب ابلوكيشن اذا سامع بيه او سامع بالموبايل اب يعني شنوه يعني انشاء تطبيقات للهاتف ونفس التطبيق على الهاتف تسوي له ويب ابلوكيشن اللي هو تطبيق على الويب سايت وهو تطبيق نفس الوقت على الكمبيوتر ابسط مثال راح اجيب لك انه ادنا برنامج ال VN برنامج ال VN خليني افتحه ونشوفه ابسط مثال هذا هذا ال VN ندوس انتر راح يطلع صورته اغلبكم يمكن عنده او ما عنده هذا البرنامج موجود على الكمبيوتر وموجود بنفس الوقت على التليفون وموجود ايضا بعض الاحيان ايضا على الكمبيوتر على الويب ابلوكيشن والدليل لو رحنا للموقع عمالتهم ما اعتقد انه هنا راح نقدر نشتغل عليه اونلاين نعدل عليه هذا هنا موقع اخر سوري اخباري خلينا اخذ ابسط مثال برنامج اخر اللي هو الكانفا كانفا راح تشوفون انه هنا ايه ويب ابلوكيشن موجود وبنفس الوقت موجود على الهاتف في البرنامج وموجود على الكمبيوتر اقدر احمله على الكمبيوتر فهذا اللي تشوفوا امامكم هس اللي راح يستعرض امامكم فهو هذا ابلوكيشن هذا ابلوكيشن جاهز على الموقع في صحولة ابلوكيشن تقدر من خلال لغات الويب وتقدر من لغات اخرى الباكند اللي هي جافا والسي شارب ايضا انه تسوي تطبيق وترفعه على الموقع يا اصدقائي طبعا بما انه اخذنا بعض المفاهيم وبعد شنقدر نسوي ايضا نقدر نربط كداتا بيس كقاعدة بيانات ايضا معها وهناك الكثير من التفاصيل طبعا الويب سيرفر ايضا ممكن انه نربطه بلغة جافا ايضا فيا اصدقائي اللغة جافة جدا مهمة تقدر تقرأ عنها بالجوجل عن طريق الويكيبيديا البرنامج المحررة اللي نقدر نشتغل من خلالها ونأسس تطبيقات عندنا برنامج الانتليجي هذا البرنامج مثل ما تلاحظون امامكم بنسخة مدفوعة وبنسخة مجانية النسخة المجانية للاشخاص اللي يريدون يتعلمون ويتدربون على اللغات اذا ما عندك حاسبة ذاكرتها قوية ومعالج قوية هذا البرنامج ياخد 2 جيجا بايت كسعة خزن ينزل بالجهاز لانه القوي اللي الثيم مالته بشكل مجسم فتلاحظ اني هياتة اني منزلة هذا البرنامج راح اعلمكم طريقة تنصيبة جدا سهل مصعب اما اذا ما عندكم فعن طريق برنامج اسمه الريبليت راح اشوفلكم هذا البرنامج او هذا اليوزر راح اخليكم اياه ايضا بالوصف موجود اه العفو مو يوزر هذا الويبسايت تقدر من خلال هذا المحرر اونلاين تسوي create وتفتح project معين مشروع معين او برنامج معين تسمي mobile app وتختار نوع اللغة اللي تريدها بلغة java لغة c لغة python لغة node.js javascript او c++ او ruby او go وهناك مجموعة كثيرة من اللغات kotlin مثل ماذا تلاحظ امامك وهذا راح اخلي الكيا وايضا عدنا ال swift والبيثون راح اخلي الكيا فتقدر يا اما من خلال هذا المحرر وتسمي لك فت اي اسم للبروجكت للمشروع مالتك لربما تكتب desktop وياها app خلا اقول لك شغلة انو هنانا بالجاذا عادة يكتب اول حرف لانه هي لغة sensitive كلش حساسة اول حرف يكون small وبعدها الحرف الثاني يجي capital بالتسميات ونقول لك create rubble راح يحمل ادنى شاشة اهنانا اه راح تحمل وحيفتح لي محرر اونلاين وايضا بنفس الوقت compiler يكسوي لي compile الاكواد اللي راح اكتبها بلغة جاذة اهنانا اوكي يا اصدقائي خلي ننتهي من هذا الفيديو للدرس الاول وراح نروح وياكم الى فاصل اعلاني وندخل الى تنصيب البرنامج يا اصدقائي فنروح الهنانا فاصل ونرجع لكم فيديو اخر في الفيديو الثاني راح نتعلم كيف نتنصب البرنامج الانتليجي يا اصدقائي تحياتي لكم اخوكم عبدالرحمن نشوفكم ان شاء الله بعد هذا الفاصل يا اصدقائي